والبداية من آخر المستجدات السياسية حيث وقع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المنهج الوزاري قبل إرساله إلى البرلمان أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف أن الأخير وقع المنهج الوزاري وأرسله إلى البرلمان للإطلاع عليه وكدا أنه سيتم إرسال أسماء المرشحين للكابنة الوزارية ضمن المدة الدستورية وتحديد موعد الجلسة الاستثنائية يشار إلى أن مصادر نيابية أكدت أن جلسة منح الثقة والتصويت على المنهج الوزاري ستعقد خلال الأسبوع المقبل بسم الله وقع المنهج الوزاري عاش العراق أرضاً وشعباً وسيادة وطنية ترجمة نانسي قنقر